من على ارتفاع 500 متر عن سطح البحر وسط بحيرات وغابات خضرة على مد النظر وصلنا لقمة أعلى جبل جرانيت بالعالم لنروي من هناك حكاية نحط صخري هو الأكبر من نوعه بالعالم حكايته هي حكاية الحرب الأهلية الأمريكية اللي عمره أكتر من 160 سنة وبعدها بتثير النقاش والجدل إلى يومنا الراهن قصتنا اليوم هي من ستون مونتن رح نصعد 514 متر الجبل بيبلغ محيطه أكتر من 8 كيلو متر من عند القاعدة ويتشكله صخور الكوارتز والمونزينيت والجرانيت ماذا تلك مميزة هناك؟ وبيبعد 26 كيلو متر شرق أطلنطا عاصمة ولايد جورجيا نحن هنا ونحن نحن 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 يعتمد ذلك тогда كيف حد أننا نس knives والموداز لذلك حدّرنا كثير حظرنا مثل هذا رغز لاينة إليه عمدي بداية الرحلة نحن نشوف بقاعدة الجبل خمس سواري لخمس أعلام العلم الأول هو العلم اللي كان يحملوه خلال المعارك العلم الثاني مثل ما بتعرفه هو العلم الحالي لولايات المتحدة العلم الثالث والرابع هادلون الأعلام الرسمية فدرالية ومفدرالية الجنوب والعلم الأخير هو العلم الحالي لولاية جورجيا بداية رحلتنا بلشنا بتاريخ فلا نشوف ورح تودينها الرحلة كيف يكونوا يمتلكون؟ إنه ممتلكم من حياتي لكن لن نحتاج لهم؟ وممموريزهم؟ لا أعتقد أنت هذا المكان و هذا المكان أذن 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 أننا أذن أذن أننا أذن أذن لأننا أذن أذن الأخير ومعاً أذن الأشياء يبدو أن يبدو جيدا تباكوه 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 يدى سرين على طرق مانتين تباكوه سيارة ماريو لفضل أريد فكرة كامل تبعين هذه ولكن هذا ها رائع هذا ها هو جميل هل تعتقد أن هذه الأصبع الأصبع الأصبع? أصبح أصبحت يخبّل هذه الأصبع 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 نحب أنضح بحسن أصبحت تم تحديات الأصبع الماندينة الماندينة انا تمتلك حقًا وآتن نظرنا أن البيتنات نفسي لأنهم لا يستطيع Team لإعطاء بالتفضل وهي ممتاز انه يوجد هناك نعم هذه الممتازلة لنريك في الممتازين انظر هذه البيان يجب أن تذهب لتذهب إنه قريبًا جيدًا بسم الله إنه قريبًا قريبًا ولكنه لم يستخدم المساعدة إنه قريبًا لديه لديه إنه قريبًا لديه يهده يهده وليست مردا وأنا أمضح تحصل ثبت سيقريبًا من ليس كما تحصل إنه قرأي وتطلبًا لا يمكن أن تحصل من هنا ثم نراً يمكنك المعرفته المرحلة الشيح موضوع خسر في جهد هذا مكتب هذا ليس هناك remember امرأيك وميشيك فيها روالي لا تدير الأمر من سواء احسنا فتحتك يا لقد قد ت Limited وراء الآن نصعل بحضة حجر لا يريد أن يسرع هذا الوقت مرحبا إلى المعرفة إلى المعرفة أمود أن يكون هنا إنه مرحبا مرحباً لنذهب لنذهب إلى المعنى لنذهب إلى المعنى ليس لنا، لنذهب إلى المعنى هناك مرحباً ترجمة نانسي قنقر 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 كيف تقول حيكي في العربية؟ كانت حيكي في حيكي كيف تقول حيكي في عربية؟ سعود الجبل الجبل سعود الجبل الجبل سعود الجبل كما نفعل في أستريا سعود الجبل وها لأهي جهة وقت اللي حكاية مجددا هل ترحل أمان؟ سويا إن جميلة نعم انظر مهن الآن نحن في الآن ترحل المنزل نحن إلى المنزل ترحل إلى المنزل والاستفضل كيف يفعل ذلك؟ كيف يفعل ذلك؟ دارت الحرب الأهلية الأمريكية بين عامين 1861 و 1865 بين الاتحاد أو الشمال والكنفدرالية أو الجنوب وانتهت بانتصار الاتحاد الحدث الحاسم لأشعر فتيل الحرب كان فوز السياسي المناهض للعبودية أبراهام لينكل بانتخابات عام 1860 الرئاسية ردت الولايات الجنوبية على انتصار لينكل بالانفصال عن الولايات المتحدة وتشكيل الكنفدرالية بقيادة الرئيس جيفرسون ديفس كان روبرت إيلي أحد أكبر جنرالات الكنفدرالية خلال الحرب الأهلية واشتهر باعتباره عسكري تكتيكي ماهر واعتبر فيما بعد تشسيد للقضية الجنوبية وبطل أمريكي وقيمت له التماثيل والاحتفالات في جميع الولايات أما الشخصية الثالثة بالنحد فهي توماس جاي جاكسون وهو أحد أشهر قادة الكنفدرالية وبيعتبروا المؤرخين العسكريين أحد القادة التكتيكيين الأكثر مهارة بتاريخ الولايات المتحدة خلال إحدى أهم المعارك معركة بورون كان للاتحاد أو قوات الشمال اليد العليا بالبداية بس جاكسون صمت بكل قوة مما أدى لحصوله على لقبه الشهير ستون وو أو جدار الصخري مساحة السطح المنحوط بالكامل هي 12140 متر مربع يعني أكبر من ملعب كرة قدم أمريكية بيرتفع النحط 122 متر فوق سطح الأرض وأبعاده 27.5 ب58 متر وبعمق 13 متر داخل الجبل وقيم حفل اكتتاح النحط التذكاري الكنفدرالي بعام 1970 وتم الانتهاء من اللمسات الأخيرة عليه بعام 1972 رغم جمال ستون مونتن ومناظره الخلابة إلا أنه النصب التذكاري الكنفدرالي بيقى لحد اليوم مثير للجدل آلاف من المتظاهرين نزلوا للشوارع ضد تخليد ذكرى قادة الكنفدرالية وآلاف آخرين كمان نزلوا للشوارع للمطالبة باحترام لأثار التاريخية الموضوع معقد والجدل لا زال دائر وما رح يلتقالوا حل قريبا ولوقت ما يلتقالوا حل رح تواصل الشخصيات الكنفدرالية لثلاثة اطلالتها على أفق ولاية جورجيا اشتركوا في القناة